غير بعيد عن لبنان في الأراضي الفلسطينية المحتلة توجه طلاب الاثنين للمدارس الحكومية والخاصة في خطاع غزة والضفة الغربية مع بداية العام الدراسي الجديد الذي انطلق اليوم باستثناء طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نظرا لإدراء موظفي الأونروا التفاصيل في تقرير مرسلنا في غزة شعيب يوسف العام الدراسي بدأ اليوم في الأراضي الفلسطينية نحو مليون ومئتي طالب وطالبة توجهوا إلى مقاعدهم الدراسية في كافة محافظات فلسطين إذانا ببدء العام الدراسي الجديد عام يأتي ولا زالت مشاهد ضمار المدارس في غزة قائمة على حالها نحن بدأنا اليوم انتظم حوالي 240 ألف من طلابنا في صفوفهم بحمد الله سبحانه وتعالى داخل قطاع غزة وبذلك نحن مسرون على أن نبدأ ونستمر في العملية التعليمية رغم كل الظروف القاسية في مدارس الأونروا كان المشهد مغايرا ألاف الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خرجوا بمسيرة احتجاجية للتنديد بتقليص إدارة الأونروا خدماتها المقدمة للاجئين لا سيما في قطاع التعليم والصحة وتهديد الأمن الوظيفي للعاملين خرجنا اليوم من أجل قرار المفوض على أساس أنه عمل على تجميد عزل المعلمين ونريد إلغاء هذا القرار رسالتنا إحنا كمعلمين وكأباء أنه المفوض العام السامي يرجع عن قراره ويرجع أنه خمسين طالب في الصف هذا قرار مش في صالح الزات والله ولا في صالح الآل يأتي العام الدراسي في فلسطين ليحمل رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني يحمل رسالة المعرفة والإصرار على التعليم رغم كل التحديات باعتبار أهمية العلم كسلاح للفلسطينيين شعي بيوسف قناة النهار غزة فلسطين شكرا